اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لازم نبدأ في نص كيلو لكل ستة عربية ستة مصرية تبدأ في نص كيلو بعد كده يطلع معنا الناتج مظبوط 100% نعمل زي ما نعمل كيلو 2 كيلو على حسب ما نشكل براحتنا نص كباية واحدة كباية من الزبدة نص كباية من الزيت طريقة المعمول بالطحين واحد عدد من البيضة متضاف عليها الفانيليا او مية الورد كباية من السكر البودرة نص كباية من الحليب متضاف عليها ريحة الكحك او الهل المطحون او القرنفل اي ريحة تحبوها نضيفوها وهنبدأ نقول بسم الله لبركة الله نخلي المعمول بتاعنا هشي جدا وجميل ويطلع لذيذ محشي محشي طمر محشي ملبن محشي عجمية محشي شوكولاتات زي ما تحبوا علينا العجين وعليكم الحشو بتاعكم جميلة نبدأ نضرب بسم الله ضفنا الزبدة ضفنا السكر البودرة ضفنا اللبن البودرة ضفنا الزيت ضفنا الفانيليا وريحة الكحك الجميلة نبدأ نضرب لحد ما يغير اللون بتاعه الزب يبدأ اللون يبقى كريمي على نص كيلو انا وعايزين نعمل المعمول الصميت بنضيف كباية من الزبدة على نص كباية من السمن العادي ونقلب كله ببعضيه ونسيبه حوالي يومين بعد كده ننزل بالحليب هنعمله ان شاء الله في مرة من المرات لكن احنا بنختار الطرق السريعة اللي نشكل بيها اطبعنا وحاجات الجميلة في اعيادكم كل سنة وانتو طيبين وربنا يجي على وعيد سعيد عليكم يا رب ويزيح الغمة منع الامة بطرق بسيطة وسهلة واقتصادية 100% اكلتنا مش اكلة عادية اكلتنا اكلة بسيطة مصرية قدام حضراتكم بنعمل بكل التركات وبكل الامكانيات عشان نطلع احلى بتفورات وغريبات وبسكوتات وكمان المعمول بالعجوة وبالملبن وبالعجمية اخد اللون الكريمي معايا زي ما انتشافين حضراتكم اهو اللون الكريمي الابيض بعد كده افصل المضرب وانزل بربع معلقة من البيكن بودر ربع معلقة من البيكن بودر ونحط النص كيلو دقيق ونقلب في العجمية ونقلب في المعمول الجميل بالدقيق بسم الله شيل يا محمد المضرب شكرا نقلب نحط اختياري شوية من السمسم اختياري مش ضروري بس حاجة بتعمل تركة جميلة مع التوابل الحبهان المطحون او الريحة الكحب موجودة عند العطار نقلب كويس اطلع معايا كريم وممتازة بسم الله نقطع على طول وعلى درجة حرارة 180 نشكل المعمول بتاعنا يطلع دايب وجميل وهشة بسكوتات حاجة معمولة في البيت عايزة تعمليه بالسمن البلدي يتعامل بالسمن البلدي مفيش اي مشاكل سمن بقري اصفر مفيش اي مشاكل بسم الله ناخد قطعة والمعدير قدام حضراتكم على الهوى مباشر ناخد قطعة وهدي التستي الجميل ونجيب القطاع صدر لابو حميد حتى القطاع التانية بتاعتك القطاع بتاعت القطاع اي شكل تختروها وقطعة صغيرة ونبدأ نشكل بسم الله ونضيف ملبن ونضيف عجمية ونضيف بلح الملبن بالسمسم ومعلاقة من الزبدة لو هنعمل في المعمول لكن لو هنعمل المنين مش هيتحط عليه اي حاجة خالص نضغط بالراحة الحاجة دايبة دوب جميلة مش بحتاجة اي حاجة تاني فيها الطعامة والدسامة الجميلة وقادي الشكل بتاعنا الجميل بسم الله واحدة تانية على طول يا محمد على طول عشان هنسواها قدام حضراتكم على هاهم باشر بسم الله عاجينها تكون صغيرة كورة صغيرة خالص ونبصامها على البصامة كورة صغيرة ونبدأ نحط شوية من البلح شوية من الملبن شوية من العجمية قطعة من الشوكولاتة اللي تحبوه شكلوا الاولادكم والاحبابكم للكبار والصغيرين حاجة جميلة ايه قدام حضراتكم عليها ومباشر بسم الله ودي الشكل الجميل الله ينور كمان واحدة تانية حتة صغيرة مش محتاج حاجة العجينة طرية ولينة معايا واخدى كباية من السكر ونص كباية من الزبدة ونص كباية من الزيت ونص كباية من لبن البودرة ربع معلقة من البيكن بودر ما تضاف عليها نص نص كيلو من الدقيق على ربع معلقة من ريحة الكحك او الحبهان المطحول اللي يحب كده يحط واللي يحب كده يضيف ما فيش اي مشاكل قدام حضراتكم اه نعجل المنين والكحك لحد ما الشيف محمد بتاعنا الجميل ليعمل المعمول عشان هنسويه على الهواء مباشر قدام حضراتكم عشر دقائق في الفرن درجة حرارة مية وتمانين ويطلع باللون الدهب الجميل بتاعه ما عنديش درجة حرارة ما فيش اي مشاكل اشتغل على الفرن يكون مسبق قبليها بعشر دقائق مولعينه بعد كده بنضيفها في نص الفرن حد ما بياخد درجة الحرارة نفتح عليه مرة واثنين وثلاثة ما فيش اي مشاكل دي مش كيكة ولا تهبط من حضرتك ولا اي مشاكل والمهم ان احنا بنجرب في نصف كيلو بنجرب في نصف كيلو الاول عشان نشوف الديق بتاعنا الديق يكون بتاعدل الاستخدام او دقيق الكحك والبسكوت اساسي في كل البسكوتات كل حاجة وليها حاجة او كل حاجة وليها دقيق بنشتغل عليها عشان تطلع معانا الحاجة مظبوطة مية في المية والله ينورة وهمية شغال هنحط كيس لو القطاعة بدأت تلزق معانا نحط كيس كيس صغير من الكياس النيلون العادية لو القطاعة بتلزق نحط كيس صغير ونبدأ نبصم عليها نفس التكرار قطعة عشان تطلع معانا المعمول المظبوط الشكل الحلو بتاعنا هادي بالكيس اهو ونفس البصامة ونفس القطاعة على حسب ما تختاروها حجم كبير حجم صغير ما فيش اي مشاكل بسم الله نبصم جامد بصم جامد بصم جامد بالكيس كيس نكون النيلون خفيف نضغط عليه جامد وحطة من البلح معمولة معلقة من السمن لو حضرتك مش جايب البلح جاهز معلقة من السمن على نار هادية خالص على نار هادية وبحط السمسم فيه واقلب بعد كده ما بوصل لدرجة حرارة معينة بينزل ونبدأ نهرس في البلح بتاعنا الجميل يطلع معاكم مظبوط مية في المية بطريقة كويسة وسهلة وبسيطة ومش عايزة تطلع بالكيس صحب مع ذات هنعمل الصاج سينا من الزيت لا يشيك كيس نجرب تجربة تالتة قدام حضراتكم على هام باشر بكل تفاصيلنا وبكل تركاتنا وبكل مقدرنا بنورها لكم واي استفسار او اي تعليقات او اي حاجة انتم تحبوها يبعتوننا على صفحة البرنامج اكلة بسيطة مصرية نرد عليكم على طول ومعاكم رقم التليفون بيبقى ظاهر على الشاشة اي حد عايز يعمل اي حاجة من الالف لنياء تحت عمر السادة المشاهدين بتوعنا الجمال سينا من الزيت عشان ما نلزقش خالص حاجة خفيفة قدام كيس من الشفاف معانا يا محمد صاح وحتى ملبن عشان نخلص الصاج ونخش على عجينة المنين والقرف الفلاحي بعجينة واحدة هنعملها قدام حضراتكم سينا صغيرة من الزيت عشان نبقى الطاعم عن منها تطلع صليمة وزي الفل بسم الله كيلو نص كيلو دقيق مرة تانية وتالتة نص كيلو دقيق عليه كوباية من الزبدة نص كوباية من الزيت نص كوباية من الحليب لو عايزة حضراتك تأمليه بالحليب المكسف هنعمله ان شاء الله بس بالصميت نص كوباية من الحليب البدرة بتأمل معاه بانيليا وريحة الكحك واحد عدد من البيضة على نص كيلو من الدقيق ونقلب الزبدة مع السكر مع البيض مع الزبدة مع السكر مع البيض لحد ما يوصل للقوام الكريم معايا مع الزيت والفانيليا وريحة الكحك بعد كده بننزل بالدقيق ونقلب تقليبتين تلاتة يطلع معايا القوام الكريم الجميل نعمله احلى تشكيلات عايزة للمة وعايزة الكترة كل حاجة بتاخد بتاخد وقت تلمي اولادك حواليك نتسلى ونعمل احلى شغل وادي طريقة تانية على البصامة للمنين للمعمول ندخل الفرن درجة حرارة مية وتمانين ونخش على السوان العجينة ونلم الحاجة بتاعتنا بسم الله هات العجينة دي خش على كيلو على الكحك والمنين نقس العجينة هنعجينها ونركز العجين ندخلناها على درجة حرارة مية وتمانين مدة عشر دقايق روّق للمضا مدة عشر دقايق بالضبط عشر دقايق وهيطلع قدام حضراتكم المعمول تعالوا نخش على المينين والكحك القرص الفلاحي بيت ركة واحدة او بعجينة واحدة ونقول بسم الله وعلى مركة الله معانا كيلو من الدقيق وبينوا السكر البدرة 400 جرام من السمن السايح 100 جرام من الزيت معايا البيكن بودر ربع معلقة السمسم وريحة الكحك معايا حوالي كباية ونص من كباية ونص من الحليب على مية متضاف عليه ربع معلقة من الخميرة ونضيف عليه معلقة من السكر نقلب الخميرة مع المية الاول خالص نقلب الخميرة مع المية الاول ربع المعلقة من الخميرة نضاف عليها المعلقة من السكر ومعلقة من ربع معلقة من السكر ربع معلقة من الخميرة بعد كده هنضيف كيلو الدقيق بسم الله وهنضيف السكر وهنضيف السمسم ربع معلقة من البيكن بودر نقلب المقدير الجفة السمسم مع البيكن بودر مع السكر كله مع بعضه بعد كده أضيف السمن 400 جرام مع 100 جرام من الزيت ونقلب كله مع بعضه الزيت مع السمن مع ريحة الكحكة مع السمسم كله مع بعض حد ما يتجانس كله الدقيق مع السمن مع كله ضفنا السمن ضفنا الزيت على كيلو الدقيق على ربع معلقة من البيكن بودر على باقة كبات السكر البودرة أقلب كله وانزل بعد ما أقلب وخلي الدقيق بتاعي في قلب السمن في كل حاجة وهو اللي باحنا شايفينه على طول أقلب السمسم والسكر وريحة المل وريحة الكحك سيوم ما أسر قاله وريحة الكحك كله مع بعضه وهو بعد كده أضيف الحليب تدريجيا شوية شوية لحد ما أحصل على عجينة لينا انزل مع السكر مع الخميرة ده وبكويس وانزل شوية شوية على حسب الدقيق ما بياخد فيه دقيقة يبقى مش محتاجة لبن كتير ومية كتير مش ما ينفعش نحن نضيفها بحليب صافي عشان الجو الحر اللي يمون دول يبقى وصلنا العجينة خالص ما بتعودش فترة طويلة بندكم معلومات موثقة مية في المية أحصل على العجينة اللينا ولا لينة أو ولا متماسكة أوي سينة صغيرة خالص حاجة بسيطة ده ما خدتش كباية الكيلو ما خدش كباية من الحليب سوان يا محمد بعد ذلك من الحليب والمية وقاد الكحك زي ما حد الكحك والمنين عملنا القرص بطريقة واحدة بس عجينة واحدة ده ما احنا شايفين اهو العجينة بتاعته لازم يكون لينة ولا لينة أو ولا متماسكة أوي ما تكونش مشاقة هسيبها حوالي ترتاح بعد ما ضفنا كيلو الدقيق ضفنا عليه 400 جرام من السمن 100 جرام من الزيت حوالي 3 معالي من السمسم ربع معلقة من ريحة الكحك ربع معلقة من البيكن بودر خالت حوالي كباية من الحليب على المية حليب على مية والمقادير قدام حضراتكم على الشاشة على طول اهو هسيبها ترتاح حوالي 5 دقايق بالظبط اللي عجين اهي الله ينور عليك عم عزة بتسلم ايدك مخرجنا الجميل والستاذ محمد منورنا والله النهاردة استاذ احمد استاذ محمد نفس استاذ محمد عزة مخرجنا الجميل هنسيبها حوالي ترتاح حوالي 5 دايب الزبط هنغطيها ترتاح ونطلع فاصل ونرجع نشوف تقطيع المينين هنعمله بطريقة كويسة دايبة دوب مفيش بعد كده مع القرص الفلاحي المحشية من العجمية نطلع فاصل ونرجع على طول ورجعنا مع حضراتكم بعد ما عملنا المعمول الدايب جميل لسه دوب طالع من الفرن 5 دايب الزبط قعد 5 دقايق دايب دوب حاجة جميلة مش مستحملة لسه دوب طالع بالملبن وبالحاجة الجميلة زي ما انتوا شايفين اهو ما بيستحملش حاجة خالص حاجة دايبة وجميلة جدا ما بتاخدش وقت حوالي 7 دقايق أو 8 دقايق في الفرن وعملنا مع حضراتكم عملناها بطريقة سهلة ومبسطة نص كده اللي هو من الدقيق ضفنا عليه واحد كباية من الزبدة نص كباية من الزيت نص كباية من الحليب البدرة نص كباية من السكر البدرة مع ريحة الكحك مع شوية من السمسم تعالوا نعمل المنين بلعجينة الجميلة بعد ما حطينا كيلو الدقيق و400 جرام من 400 جرام من السمن السايح 400 جرام من السمن السايح ما تضاف عليه 100 جرام من الزيت حوالي نص كباية بالزبت كباية ونص من السمن ما تضاف عليها نص كباية من الزيت ما تضاف عليها كباية من السكر ما تضاف عليها 3 معالق من السمسم ربع معلقة من ريحة الكحك وربع معلقة وفانيليا وقادي السيوريات أو المنين بتاعنا المنين ده مش أرقيش لو عايزين تعملوه أرقيش بيتضاف عليه حوالي نص كباية بالزبت من المية أو من الحليب زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم ها هنعملوا نظام الرول لفة بسيطة وصغيرة خالص بسم الله واضغط العجينة بتاعتي لينة وجميلة ومش بتشقق لفة واحدة بالزبت مع السمسم الجميل وابدأ بالسكينة وقطع هقطعها واجيب من أول واحدة واحدة ما حضراتكم هو قطعة صغيرة زي ما احنا شايفين بالبلح أو بالعجوة أو بالعجمية أو بالملبن شوية من السواريات المنين الجميل بطريقتنا الخاصة ليه كذا طريقة وكذا وكذا حاجة نعملها بطريقة سهلة ونبسطة مع حضراتكم هنجيب على على الكيس النيلون ونبدأ نفرد العجينة بتاعتنا وقطعة من البلح برضو نفس التكرار نفردها بنفس الطول هنعملوا السوس رول أو كعب الغزال نفس النظامه طبعا من على الهوى مباشر بنقول له استاذ جمال ألف مليون سلامة عليك يا ريس ألف مليون سلامة ليك استاذ جمال عبد العظيم ألف سلامة ليك يا ريس ألف مليون سلامة بعد كده بنلف الرول بتاعنا الجميل بالكيس بتاعنا وأضغط بنفس الطريقة سهلة جدا وبسيطة نشكل حاجات جميلة بسم الله ومن هنا أجيب حرف الأول العجينة بتاعت ألمها تاني عشان أستخدمها تاني وأقطع سوارهات أقطع تعطيه صغير المنين الصغير الجميل بأشكاله الحلوة نفس النظام نفس التركات نفس الجمال درجة حرارة مية وتمانين دخلت صنا درجة حرارة مية وتمانين حوالي ربع ساعة بيطلع معاكم مية مية معا شوية من أما نخلص خالص أجيب حتة من العجين برضو نفس التكرار أبصمه على إيدي أو أطبع على إيدي كل حاجة بمصدقية كاملة قدام حضراتكم حتى في التسوية حتى في التقطيع بنجيبها لكم بكل مصدقية عشان تجربوها وأهم حاجة تدعونا بس مش عايزين أي حاجة ربنا يحفظكم ودائما يا رب نشوفكم بكل صحة وسعادة وتعملوا أحلى حاجات بأحلى التركات بأكلة بسيطة مصرية بكل سهولة المالبن نفس النظام المالبن مش متضاف عليه أي حاجة خالص ما تضيفش سمن ولا ولا سمسم عشان ما يسحش معايا في الفورن على طول المالبن بجيبه مباشر وأضيفه على نفس الطريقة أو نفس التركة وعلى الكسي النيلون بتاعنا ونبدأ نلف المنين بتاعنا الجميل بكل أشكاله كعب الغزال مطاول سوس رول كله شكل نفس الطريقة هنكررها على طول لحد ما نخلص ونخش على القرص الفلاح بنفس العجينة عشان ما تعملوش كذا عجينة بكذا طريقة يكون بدنيه نص كيلو بكل حاجة نشكل أحلى طباق في أحلى أعيابنا بألف صحة وعافي عليكم بالملبن نفس الطريقة نشكل وقطع صلاة يا أستاذ وقاد الملبن نفس النظام هنفرد هيا دخل يا أستاذ دخل وقاد الملبن نفرد برضو على الكيس قاد الملبن الجميل نعملو الرول على قد الحاجة بالزبط نفس الطريقة ونفس التكرار ربع ساعة حطينا كيلو الدقيق مع الربعمائة جرام سمن مع المائة جرام زيت كل الموازين ما تكون مزبوطة كل ما يكون الحاجة بتاعتنا تطلع مزبوطة مية في المية ما نزودش ولا نقلل عشان ما فيش حاجة تنشف مننا او تبوض مننا او تطلع نفس النظام بنفس الضغطة ايه معايا يا عم عزب دكتور محمود السلام عليكم السلام ورحمة الله ازاك يا جيف ازاك يا دكتور مرحب بيك يا فندم الله يخليك كل سنة حضرتك طيب وانت بكبال الصحة والعافية ربنا يحفظك هزا الدكتور الله يخليك ربنا يبريك لك مريم بنتي كتعايزة طريقة الكوببة بس عينينا حضرتك تحت امرك تحت امرك على عينينا الله يخليك يشكي ماجد كل سنة طيب على عينينا تحت امرك حضرتك افضل يا فندم تحت امرك حضرتك حضرتك بعد ما خلصناه على طول هنبدأ بشوكة او باي حاجة او بالمنقاش نسمين المنقاش صحيح معزب بالمنقاش اهو لحسنين يمكن اللغة غلط يعني ونبدأ نشكل شوية اشكال جميلة كده مع شوية زخرافة الكوببة هنجاوب عليها على طول حضرتك قدامك يا دكتور على عينينا بالمنقاش ونبدأ نشكل مع كيلو الدقيق والاربام الجرام سامن سايح اي سامنة نشتغل بيها هزين تحطه سامن بلدي نضيفه سامن بلدي هزين تضيفه جزء وجزء مفيش اي مشاكل مع التشكيلة الجميلة والحاجة الممتازة بالعجوة بالعجمية بالملبن اختاروا كما تشاءوا عايزين نخليها من الارائش نعمل عايزين نخليها ارائش نخليها من غير حشو خالص بسو نضيف عليها حوالي نص كباية من المية حاجة حاجة بسيطة وقادي القرص الفلاحي بنفس العجينة احشيها برضو نفس التكرار حشو كامل كبير من العجوة معمولة بالسمسم بعدين اقطع واضغط ضغطة كاملة اهم حاجة ما تكونش مشاقة معايا العجينة اه وبالمنقاش او بالاشكال او بالشوكة او باي حاجة نبدأ بسم الله عايزة طبعا صبر طويل اهو حاجة بسيطة نشكل تشكيلات جميلة زخرافة ممتازة ابو حمزة سلام عليكم ابو حمزة ام حمزة مرحبا اشييف عليك اهو يا ام حمزة بالشكل الجميل بتاعه كل سنة وانت طيب يا ام حمزة امريك ام طيب ربنا يخليك يا رب ربنا يحفظك ونزيد امرينا الله ينور عليك في الحاجات الجميلة ربنا يحفظك تسلاميلي كل سنة وانت طيب يا ام حمزة تسلمي تسلمي انا من الغرداء بكلمك على طول انا انت معاك يا شيف يا مرحب بيك واهل الغرداء كلهم احسن ناس وانا في مجال الشاحة زي حضرتك تسلاميلي سلامهم طيبين اتفضل لفن الخضر طيب يا شيف معاك سلام وازاي ما احنا شايفين اهو البيض البلدي اللي هو الصغير بيكون سبعة بيض المزارع زي ما قلت لحضرتكم قبل كده بيكون البيض الاحمر بيض المائدة بننزل بالخمس بيضات بعد كده بننزل بالدقيق من غير لو حضرتك ما عنديكش مضرب بننزل بالزبدة والسكر نضربها القوامل الكريمي بعد كده بننزل بالبيض بعد كده بننزل بالديق واللم الديق على طول من غير عجن كتير في البسكوت عايزة تحط حضرتك نشادر ماشي عايزة تضيفي بشر برطقام ماشي عايزة تضيفي اصانس برطقام ماشي عايزة تضيفي بكنبودر لوحديه برضو ماشي كل اللي تحبو تعملوه نعملها ونضفها عليها استاذ محمد سلام عليكم الله بركات استاذ محمد مرحبا كل سنة وانت طيب يا غالي كل سنة وانت طيب يا غالي كل سنة وانت طيب اصنى محمد امرنا عينينا يا فندم مانينا تحت امرك على عينينا كل سنة وانت طيب حاضر ye انت بكمل الصحب حاضر على طول حالا يا وصل محمد حالا يا فندم على عينينا استاذ거 صار مقدري للكحك بعدي اذنك ما فيش أوليني هو النهاردة كله صايم ولا ايه? مقدير الكحكة قدام حضرتك فنب على طول ايه? نبدأ بكيلو الدقيقة ربعمائة جرام. ربعمائة جرام سامن سايح 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 سامن يتسخن ما يتسخنش جامد سايح مع حاجة بسيطة خالص بعد كده بننزل بمية جرام من الزيت حوالي نص كوباية من الزيت مع كوبايتين من السامنة مع كيلو الدقيق حاجة اتحرقت الفرن? كيش ولا حاجة اتحرقت خلق? انت ما تحرق حاجة. ده نستوت عمازة صحيح? انت بينفع الكلام ده. يعني طلع كل حاجات ساميمة كده? على هو مباشر قدام حضراتكم الدكتور الكبة فيه نوعين من الكبة فيه كبة البطاطس وفيه كبة البرغل لو كبة البرغل عايز تعمله حضرتك بتحوالي كيلو من البرغل خلينا في نص كيلو من البرغل بيت نقع حوالي عشر دقايق بعد كده بنصفيه من المية كويس بنضيف عليه بصلة تلات فصوص من التوم واحد عدد من الفلفل حار او بارد بعد كده بنضيف عليه حوالي ربع كيلو من اللحمة بيتفرم فرمة كويسة في الكبة او في المفرمة يتفرم فرمة كويسة بنحطها في التلاج عشر دقايق بعد كده بنطلها كون مع الصغين لحمة بالبصل والفلفل والجذر والخضرة الجميلة والتوابل بعد كده بنعمل كبة زي النظام المحش بنعملها فجوة من جوة وندخل عليها الحشوة الجميلة من اللحمة المعصجة بعد كده ودي مش اخدها من اللحمة المعصجة خلاص اتلعها طبعا من اللحمة المعصجة وبنقفلها ونحطها في الفلفل اصدر حوالي نص ساعة بعد كده حضرتك بتقليها على طول سريعة وبالف انا وشافة ليك يا دكتور والف انا وشافة لك عايزة المقادير التوابل بتحط على اللحمة والخضر وكل حاجة تعمل الريحة كويسة صح؟ عينينا عينينا حاضر اقول لحضرتك على طول حالا حالا حاضر حاضر التوابل التوابل لازم يكون التوابل بتاعت سبع توابل من الفلفل الاسمر الكزبرة والكمون والكبابة الصيني وظهرة الورد والالله مصلى على نابك ورق اللوري والحبهان كل ده بنجيبه حاصة ما نجيبش حاجات توابل نعمة ما نجيبش توابل بيكون نعمة وندخلها الفرن حاول خمس دقايق بس ضبط حضرتك تدخليها الفرن خمس دقايق قبل خمس ساعة ما توصل للخمس دقايق نطلعها نطحنها تدريحة جميلة جدا من الحبهان وراء اللوري جستطيب والستطيب بنبشرها مع الارفة الارفة لو كانت خشب كتير كبيرة بنحاول نعملها عشان الخلاط معنا ما يبص بعد كده الكزبرة والفلفل الاصمر وندخلها الفرن خمس دقايق في صنية او في صاج الفرن بعد كده بنطلع نعملها على طول نطحنها بتدريحة جميلة جدا على حسب على حسب الحاجات اللي احنا عايزينها على حسب المقادير ما تمليش كمية كبيرة عشان التوابل بالذات ما تعدش فترة كبيرة عند حضرتك كل استخداماتك بفترة بسيطة أو بحاجة بسيطة كل ما يكون افضل وكويسة جدا حاجة سلام عليكم يا حاجة داك يا ستة كل ربنا يحفظك يا ستة كل تسلم لو سمحت شيفة عايزة اعرض سفريت الكوسة البشامل عينينا حاضر تحت امرك مش قدر اعملها والله مش عارفة عاملها يا فندم على عينينا تحت امرك على طول حالة نعمل هاي تحت امرك تحت امرك الكوسة البشامل هندخل فيها لحمة ولا حاجة اه فيها العصاج هعمل العصاج معا تمام عصاج اعمل العصاج على عينينا يا فندم على انا تحت امرك الكوسة البشامل بنضيف بننزل بالبصل والجزر والفلفل وننزل بالكوسة وننزل بالعصاج كله في قلب عضيه تلت دقايق أو خمس دقايق على النار بعد كده بنضيفها في صنية الفرن ونعمل البشامل اللي هو عبارة عن بعد ما بقطع البصل واقطع الجزر واقطع الفلفل واقطع ثلت فصوص من التوم وبعد كده هنزل اعمل الكوسة والجزر وانزل كله مع بعضيه مع العصاج اللحمة المعصاجة خمس دقايق يقلبها وتبّلها تدبيلة كويسة بالريحة الحلوة الجميلة هتبّلها تدبيلة حلوة بعد كده هنزلها في صاج الفرن واعمل البشامل اللي هو عبارة عن تلت معالق من الدقيق تلت معالق من الدقيق مع تلت معالق من السمن معلاتين من الزيت على نار هادية البشامل اللي يتعمل على نار هادية ما يحصلش اي مشكلة فيه ولا اي حاجة بعد كده بننزل بالسمنة واللي على النار الهادية والدقيق وننزل شوية شوية او حاجة بسيطة حاجة بسيطة سلام عليكم عليكم السلام الله يحفظك يا ستاة نادا كل سنة وانت طيبة عينينا يا فنم تحت امرك اربع كبايات الدي اي اربع كبايات الدي اي كبايتي من السمن كباية من السكر لو عايزها مصدوط السكر اربع كبايات دي اي كبايات من السمن السمن يكون بدرجة حرارة الغرفة او يكون سمن يكون في التلاجة معمولي لو هو سمن العلم بنحطه في التلاجة 10 دقايق بعد كده منطلعو اربع كبايات من الدي اي بنضيف عليه كبايتين من السمن لو عايز الغريبة مصدوطة سكر يبقى هو ياخد كباية واحدة بس لكن لو حضرتك عايزها consكرة شوية بنضيف كباية وربع وبنعجن السكر بنعجن السكر مع مع السمن السكر مع السمن لحد ما بحصل على قوام الكريمي بعد كده بنزل بالدقيق وبالم العجينة بتاعتنا الجميلة بعد كده بنتبعها وندخلها على درجة حرارة مية وتمانين وزي ما انتم شايفين الفرن والمنين طالع زي الفل هنطلع القرص قبل ما نمشي رحمد ولا نمشي الاول ديها ماشي يا فن ماشي برحتك معك ديتين تلاتة بعد كده بنطلعها على طول غريبة بتطلع معانا غريبة جميلة نعملها بالكريز نعملها بالشوكولاتة نعملها باي صنف زي ما انتم عايزين زي ما تحبوا ويا دي المنين طالع معانا الحاجات الدايبة الجميلة بالحشوة الجميلة زي ما احنا شايفين قده بحضراتكم اهو لسه حاجة طازة مع الجمال والدلع فاكلة بسيطة مصرية في الصحة والجمال الساز محمد اسلم ايه دك محمد المخرج الجميل يجيب لنا العجوة سليمة زي ما زي ما احنا شايفين اهو حاجة تمام التمام والله اهو تاني تاني وتالت عم عزب عينينا عم عزب ما ترسلش حاجات سخنة الحاجات اللي ما يكون سخنة تقعد شوية تهدى في الصاج بتاعها بعد كده بنطلعها نرسها زي ما انتم شايفين التشكيلة ودي كان اخر مجهوداتنا معاكم في العيد عملنا البتفور والبسكوت والكحك والغريبة عملنا القرص الفلاحي عملنا المنين عملنا عملنا تاني عملنا تاني عملنا البسكوت بالشوكولاتة لو عايزين تضيف البسكوت بالشوكولاتة برضو مفيش اي مشاكل بتشيل معلقة من الدقيق ومندخل معلقة وطريقة البتفور على الهوى حاضر عانينا على عانينا يا فندم تحت امرك ياب نصبر الحاجات سخنة هتعمل هتدرب بعده نحن نخلص يابنا حرام عليك طريقة البتفور البتفور نفس التكرار بنجيب قالب الزبدة بنقسم على التلاتة بياخد حوالي نص تلتمية وخمسين جرام من السكر في كل البتفور بياخد ستمية وخمسين جرام من الزبدة بياخد خمس بيضات بننزل بالسكر والزبدة نعملها قوام الكريمي اهم حاجة في كل الضربات عندي ان انا بعمل قوام الكريمي عشان اه عشان اه عشان اه مادرة مادرة مش فاهمة ومادرة البتفور على انا اقولها يعني ولا انت حضرك هتطلعي انا اقولها حاضر حاضر طيب انا بحس انت لتطلعها هتم بديك مادرة بضهور طيب اقولها هتشكر اوالا قدام 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 حضرككم اهو سبعمائة جرام من الزبدة تلتمية وخمسين جرام من السكر خمس بيضات بنليا عربع معلقة من البيكين بودر معلقتين من الكاكاو لو عايزين نعمله شوكولاتة بنضيف الزبدة مع السكر ناخد القوام الكريمي بعد كده بننزل في البتفور بيضة بيضة عشان العجيم ما يعملش معايا معايا مشاكل ننزل ببيضة بيضة تضوب البيض مع الزبدة معها السكر كله مع بعضه بعد كده ننزل بالدقيق وننزل بالفانيليا وننزل بربع معلقة من البيكين بودر وقلب تقليد بالراحة أليم من العجين بتاعي العجين بيبقى لين حضرتك لو عايزة تعمليها في المكنة هتضيفي حوالي معلقتين من الكتاو أو معلقتين من الدقيق عشان العجين بتاعي ما يكونش لين قوي لكن لو القمع أو القرطاص بنشكله بكذا شكل وبكذا صمت وبكذا تركة حياة بسيطة وسهلة بإمكانية بسيطة وآخر تليفون ليه وآخر تليفون أهل السلام عليكم مرحبا عايزة على ترك المحشي إحنا يخرجنا خالص يعنيه طريقة المحشي فيه أنا يمحشي الغريبة ده آ short الغريبة إنت عايزة المحشي ولا الغريبة الغريبة اللي تستمعشي على سكر ده محشي ولا الغريبة الكحك حضر حضر أيها الحاجات المحشية قصدك يعني يعنيه حضر يا سيدك كل سنة وأنت طيب حضر أقول لك على الطريقة الغريبة الكحك اللي هو مرحش على سكر بيأخد كيلو من الدقيق نص كيلو من السمن سوان اشرح نص كيلو من السمن كباية من السكر 300 جرام من السكر كباية من السكر نص كيلو من السمن كيلو من الدقيق ربع معلقة من ريحة الكحك ربع معلقة من البيكن بودر لا لا عايز اعزع احمر حمرة عايز اشي احمر والفرن مش اشغال معك زي الفل ربع معلقة من البيكن بودر ربع معلقة من ريحة الكحك نص كيلو من السمن نق كيلو من الدقيق بضرب السمن كويس مع السكر بعد كده انزل بالدقيق بعد كده الم من العجين بتاعي قبسه كويس جدا لازم السمن يكون متغلغل في الدقيق كويس بيكون بياخد قوام بيكون لين بعد كده بضيف عليكم باية من الحليب والمية ماينفعش حليب بس الجو حر جامد لازم احتفظ بالحاجات دي في درجة حرارة يكون درجة رطوبة بردة ماينفعش الجو حر واحط الحليب يوم والتاني ألاقي الريحة بتاعته مش كويس أو طعم مش كويس الحجاب بتتكلف تكاليف بسيطة أو بتتكلف تكاليف على قد ايدينا لكن لازم نحافظ عليها الآخر حاجة من المعمول الجميل اللي عملنا النهاردة بالطريقة السهلة البسيطة والجميلة بعد ما بنضرب الكحك كويس بعد كده بنضيف الحليب تدريجيا سنة سنة لحد ما ااخد زي ما قلت لحضراتكم القوام زي نفس الطريقة العجينة يكون لينة معايا بقى قطعها كويرات بسيطة عايزة عاملها سادة عايزة عاملها بالملبن عايزة عاملها بالعجمية عايزة عاملها بالبلح معلاتين من السمسم معلقة من السامن على نار هادية خالص لو حضرتك البلح مش جايباه جاهز وبقل بالبلح بعد كده بنزل بيه هو البلح سخت واقب اعمل فيه لحد ما بيكون لين معايا اعمله كويرات زي ما احنا شايفين اهو على قد الحاجة اللي احنا عاملينها وعلى قد الطريقة عملنا بحضراتكم المعمول وعملنا القرص الفلاحي طلع معانا من الفرن طلعها طلعها زي ما احنا شايفين اهو قد المنين الجميل هشو جميل عايزة حضرتك تعمليه اللي هو الارايش هنعمله من غير حشو خالص بنفرده ونقطع تقطيع صوابع صغيرة زي فل وزي الحاجة الجميلة نقطع تقطيع صغير من دخله على درجة حرارة متين زي ما احنا شايفين القرصة الفرن ما شاء الله عليك الله يمسيك بالخير يا عم جمال ربنا يتمشفاك على خير صلاحنا الفرن وهو ما جاش شاف الحاجات ربنا يتمشفاك على خير ويجي شافها وادل وادل منين اهو شكرا لكل قصة الصحة والجمال كل سنة ومطيبين ودايما يا رب بالصحة والعافية متهنين ربنا يجعل اعياتكم كلها خير وسعادة وانبساط في بيوتكم قاعدين نشكل تشكيلات من اكلة بسيطة مصرية اي معلومات ما وصلتش ليكم اي طريقة مش عايزين تعملوها خشوا على اكلة بسيطة مصرية على اليوتيوب او على اكلة بسيطة مصرية على الفيس مرحب بيكم وادل رقم التواصل بتاعكم على طول تواصل الشيف بعد الحلقة اي حاجة طاف قدامكم تصلوا بيا وانا تحت امركم في اي حاجة يا رب يكون سنة سعيدة عليكم ويا ربنا يجعلها اخر غمة لنا باذن الله ونعيش اعيادنا باعياد كويسة على الامة كلها ربنا يفك كل قربنا وكل شدتنا لكن في الشدنا ان شاء الله وقفين وصندين بس لازم نلتزم بتعليماتنا ويكون في بيوتنا مرتحين ربنا يعديها على خير ان شاء الله باذن الله يوجد على ايامكم كلها خير ودي كانت حلقتنا معكم النهاردة شكرا لكل قصة الصحة والجمال شكرا لأستاذ محمد شكرا لأستاذ صارة شكرا لأم عزب شكرا لأستاذ سيد شكرا لأستاذ محمد عطية الشيء بتاعنا الجميل وشكرا لكم جدا على الترحيب والساعة وشكرا لمشاهداتكم الجميلة وشكرا لاتصالاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة